اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة باب حسن الخلق وحسن صحابه وسائر آداب السفر قرأنا حديثا واحدا من هذا الباب ظاهرا الحديث رقم اربعة من هذا الباب حق المسافر أن يقيم عليه أصحابه إذا مرض ثلاثا من يطلعون سابقا من الأسفار مو الآن سهلة مثل الآن فكان الأسفار من يطلعون فيها وبطبيعة الحال إنسان بعض الناس يتمرضون فإما لضعف في بتنه أو هواي ضربة يتعرض لمجموعة من الأمراض ربما بعضها تطيحها بعضها يقاومها فإذا واحد يتمرض حقه على أصحابه ثلاثة يام ينتظرون إذا صار زيان بسم الله يمشون ويأخذون إذا ما صار زيان واستطاع أن يذهب معهم يقاوم أيضا فبها إذا ما استطاع تمرض خلص حق انتهت ثالث يوم خلاص يقولوا لفي مال بعد هو وربه يقعد هناك يبلاك المنزل إلى أن يصير زين يجيو إلى القوافل الأخرى فثلاثة يام من حق عليهم بعد الثلاثة يام خلاص مو من حق بعد من يقدر يعتب عليهم شرعان هسه من باب العور من باب الصداقة من باب كذا لا تبحث آخر خصوصا إذا الناس رايحين للحج وإذا يبعدون ينتظروا الحج مالتهم يروح فما يصير خصوصا إذا كان معين لهم الذهاب والإياب معين الطريق معين الوقت غير ذلك حديث رقم 14 عن أبي عبد الله الصادق عن آبائه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعليه مجمعين قال ما اصطحب اثنان إلا كان أعظمهما أجرا وأحبهما إلى الله أرفقهما بصاحبه إذا اثنين يصطحبون على الأقل يعني اثنين هو واحد وحده ما يسمونه اصطحبه من يصطحب شخص الشخص اللي يكون أعظم أجرا عند الله من يكون رفيقا بأصحابه يتعامل معهم بالريفق لا بالعنف لا بسوء إلى أخلاق والعركة فمن آداب السفر إذا اصطحب اثنان يكون يكون معا بس على الأقل اللي يكون أكثر أجرا أرفق بصاحبه أكثر رفقا كل واحد يرفق بصاحبه بس اللي أكثر رفقا أكثر أجرا عن السكون عن أبي عبد الله الصادق عن آبائه صلوات الله عليهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من السنة السنة الاستحباب السنة النبوية الشريفة إذا خرج القوم في سفر أن يخرجوا نفقتهم ها أبوية تريد السافر عندك فلوس لا ما أشيل فلوس ويا أنا وأكو جماعة وأداين منهم هناك بعدين من نرجع لا هذا لا تسوي حتى إذا خرج القوم في سفر أن يخرجوا نفقتهم فإن ذلك أطيب لأنفسهم وأحسن لأخلاقهم أم النفوس في داخلها تطيب هذا جويان اللي كل الطين والداين والطين يضوجون في داخلهم حتى لو لم يبرزوا ذلك أي زين عندك رقم تسوة عشر قلت لأبي أبو بصير يقول قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام يخرج الرجل هاي كلها هاي كم باب أبواب متعددة حول آداب السفر الآداب والسنن في السفر بس كل باب يتعرض لمجموعة من الأشياء يقول أبو بصير قال قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام يخرج الرجل مع قوم مياسير وكل واحد يطلع ويا ربعة بس بعض أوقات القافلة بيها واحد عند فلوس واحد ما عند فلوس يقول هذا يخرج مع شنو القوم ذول القوم مياسير قال لم يسر عليهم مو معسرين وهو أقل لهم شيئا هو بالنسبة إلى ذولاك ذولاك أحسن منا وضعهم أحسن فيخرج القوم نفقتهم ولا يقدر هو أن يخرج مثل ما أخرج كل واحد مطلع له خمس مستمائة دينار حاطين بجيبه هو ما يقدر فقال ما أحب أن يذل نفسه شيئا مولاي ليخرج مع من هو من مثله من هو مثله خلي يطلع وياه ناس على قد إذا ذول اطلعت وياهم وبالطريق وقفوا مطعم درجة أولى وأكلوا ذاك الأكل تقعوا تعين عليهم الت لو تاكل خبز مرق لو تاكل خبز لبن وتخجل نفسك ها لازم يكون تطلع ويا ربعك تطلع ويا جماعتك اللي إذا من يوقفون مطعم على قدهم من يأكلونهم على قدهم زين فإذن هاي شنو هاي آداب سنن هذه فيقول ما أحب أن يذل نفسه لا يطلعوا يذول يعاينون بعين صغيرة يعاينون أو هو يتحسر كذا لا ليذل نفسه ليخرج مع من هو مثله رقم عشرين عن الحسين ابن أبي العلاء هذا ميسور من أصحاب الإمام الصادق قال خرجنا إلى مكة نيف نيف وعشرون عشرين فوق احنا عشرين وكسر كان بنا شنو يعني يعني عشرين نفر يعني أكثر من عشرين نفر يعني مجموعة وحدة قروب واحد بس طلاح اليوم يقولوا قروب قافلة وحدة جماعة واحدة زين هذول طلعوا فكنت حسين بن أبي العلاء يقول فكنت أذبح لهم في كل منزل شاة كل مكان أذبح لهم فكنت أذبح لهم في كل منزل شاة خلصنا فلما أردت أن أدخل على أبي عبد الله عليه السلام دخلت قال لي يا حسين حسين بن أبي العلاء قال لي يا حسين وتذل المؤمنين قلت أعوذ بالله من ذلك أنا وذل المؤمنين مولاي فقال بلغني أنك كنت تذبح لهم في كل منزل شاة قلت ما أردت إلا الله قربة إلى الله كنت أسوي هذا فقال أما كنت ترى أن فيهم من يحب أن يفعل فعالك فلا يبلغ مقدرته ذلك اللي وياك بالقافلة ما تدري يحبون فرد يوم عليه يقول فرد يوم عليه أما كنت ترى أن فيهم من يحب أن يفعل فعالك فلا يبلغ مقدرتك ذلك مقدرته ذلك ما يقدر يسوي يتحسر ينقهر ينذل خطيئة فتتقاصر إليه نفسه يلوم نفسه ليش ما أقدر كذا قلت أستغفر الله ولا أعود إذا الشكل أستغفر الله وبعد ما أعود يعني إذا كان فيهم من ترى أنه الإمام عليه الصلاة والسلام هو يدري بذول أكو واحد هالشكل اللي ينبه لاحظت لو ما كواحد فيهم بهذه الصورة وهذا الشكل ما كان يخليها تمشي بس بس الإمام صلوات الله عليه الشكل بيّن له هذا الأمر باعتبار تاوي ناس واحد يحب يشترك أيضا وياك فيقول عن أبي عبد الله الصادق عن آبائه عن أمير المؤمنين عن النبي صلى الله عليه وآله قال من شرف الرجل أن يطيب زاده إذا خرج في سفر وشنو قلنا سابقا اللي كان يطلع فيه سفر يودي أكل وياه خلي يودي أكل زيين وياه أكل زيين خلي يودي وياه من شرف الرجل أن يطيب زاد زاد طيب بحيث إذا فرشة وسفرة لا يخجل إذا فرشة وسفرة تفضلوا يقدر يقول هم تفضلوا قال أبو عبد الله الصادق عليه السلام إذا سافرتم ما زلنا في آداب السفر هذا القسيم حسن الصحبة إذا سافرتم فاتخذوا سفرة وتنوقوا فيها نوعوا طيب العكل إلا إذا مسافر يجي من خارج كربل لا يجيب سفروية الإمام عليه الصلاة والسلام نهاهم تتخذون سفرة ترحون إلى قبر أبي عبد الله العسين تتخذون سفرة شايف الناس يتروح لأحمد بن هاشيم يتود يأكل وكذا وشي يرحون للقاسم للحمزة ما أدري وين يأخذون أكلهم وسابقا كل أسبوع إلى سامراء وكل أسبوع يرحون وين إلى السهلة والكوفة مثلا وأمثال ذلك ودون أكل وياهم وسفر وشي ما يخال بس يقول إلى كربل لا إذا أجيت إلى كربل أتتخذون سفرة إمام ما ارتاح منهم كلهم لسونا الشكل عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام قال كان علي بن الحسين عليهم السلام إذا سافر إلى مكة للحج والعمرة تزود من أطيب الزاد من اللوزي والسكر لوز سكر سكر طبعا برزة سكر أصلي مو هذا سكر المسموم والسويق المحماص والمحلى ذن الأشياء يأخذها وياه مو إذا هو يعخذها يكرم بها من معه من الحجاج عن صفوان الجمال قلت لأبي عبد الله الصادق عليه السلام إن معي أهلي وأنا أريد الحج أشد نفقتي في حقوي أخلي النفق إهنانا يشد حزام يخلي نفقات به مثل الهميان قال نعم إن أبي الإمام الباقر عليه السلام كان يقول من فقه المسافر مسافر ليعرف الفقه من فقه المسافر حفظ نفقته أن يحفظ نفقته يعرف شلون نفقته يحفظه حتى لا يحتاج يصير ابن سبيل في الطريق خصوصا في الأماكن اللي يحتمل فيها شنو ربما هو ويطوف وإذا فلوس راحة نازم يحفظ فلوس بشكل جيد عن جابر الأنصار رضوان الله عليه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يطرق الرجل أهله ليلا إذا جاء من الغيبة يعني من السفر حتى يؤذنهم إذا يريد يجي يخابرهم يقل لهم يدي اصطارش إذا انتظروا وصل بالليل ما يخالف إذا ما قل لهم وصل بالليل فايت وكيت مكروه يطرق أهله مكروه يدخل ينظل إلى أن يصبح بعد الصباح يدخل هاي من الآداب يقول وقال النبي صلى الله عليه وآله في سفر في سفر خرج فيه حاج طلع للحاج مجموعة تشلب وإحنا وياك يا رسول الله فأعلن هذا الإعلام من كان سيء الخلق والجوار فلا يصحبنا لاحظت إذا واحد أخلاق تعبانا وما يتحمل لا يجي ويانا فلا بد في السفر يعني حتى في غير السفر بس بالسفر على مبعد الصير رقم 33 عن المفضل قال دخلت على أبي عبد الله الصادق عليه السلام فقال من صاحبك ويا من شنت بالسفر جيت قلت رجل من إخواني قال فما فعل وين قلت منذ دخلت المدينة لم أعرف مكانه من دخلنا المدينة بعد ما أعرف وين راح هو فقال لي أما علمت أن من صاحب مؤمنا أربعين خطوة سأله الله عنه يوم القيامة وانت جاي من الكوفة للمدينة وياه وما تدري وين راح وإذا مؤمن وصاحبك ويرتس إليه وين رايح وين تنزيل لعله يحتاجك لعله كذا شون تعيف والترك هذا الله يسئلك عنه يوم القيامة هذا لاحظت هذا المعنى بعدنا في الأمور التي ترتبط بالسفر بالمناسبة هذا المعنى في كتاب صفين قال لما توجه أمير المؤمنين صلوات الله عليه إلى صفين انتهى إلى ساباط ثم إلى مدينة بهرسير وإذا رجل من أصحابه يقال له حريز بن ساهم من بني ربيعة وصل بالطريق إلى آثار كسرة إذا رجل يقول هناك أمير المؤمنين شاف طب على آثار كسرة وهو يتمثل بقول ابن يعفر التميمي شي يقول كان يقرأ هذا الشعر ذاك الرجل اللي اسمه حريز من أصحاب أمير المؤمنين لما وصل إلى هاي المنطقة آثار كسرة فظل ينظر إلى الآثار شي يقول جرت الرياح على مكان ديار وإنه الآن البيوت بس به الهوى يفتار جرت الرياح على مكان ديارهم فكأنما كانوا على ميعادي فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه اشتق الشعير قل اقرأ آية أَفَلَا قُلْتَ كَمْ تَرَكُوا مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونَ وَزُرُوعٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا مُو نِعْمَةٍ نَعْمَةٍ وَنَعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاكِهِينَ كَذَلِكَ أَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِين فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضِ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ هذا اقرأ يا حريز إن هؤلاء كانوا وارثين فأصبحوا موروثين إن هؤلاء لم يشكروا النعمة فسلبوا دنياهم بالمعصية إياكم وكفر النعم لا تحل بكم النقم كل قوم يكفرون النعم تروح النعم وتحل بهم النقم هذا ما يرتبط بهذا الباب عدنا باب رقم خمسين آداب السير في السفر بعده بعدنا فيه الآداب والسنن المتعلقة بالسفر يأتي الكلام فيها وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر